بالعودة إلى الشأن المحلية طلاب متحدرون من أصل لبناني من عشرين بلداً أتوا حفاظاً على هويتهم اللبنانية هم عشرات الطلاب من أصل لبناني توفدوا من بلدان العالم واجتمعوا في دورة الأكاديمية المارونية في حرم جامعة الروح القدس في الكاسليك بدعوة من المؤسسة المارونية للانتشار أكاديمية همها الأساسي جمعوا الطلاب المتحدرين من أصل لبناني في دورة تستمر لنحو أسبوعين وتتضمن محاضرات حول مواضيتهم الشباب المغترب هذه السنة الثالثة التي نجيب فيها تلميذ من أصل لبناني من حوالي العشرين بلد بالعالم نشكر الله تلميذ عم بيكونوا كتير مبسوطين هذه السنة عنا ما يقارب سبعين طالب من عشرين بلد فجايين كلهم ليتعرفوا أغلبيتهم ما بيعرفوا لبنان عندهم جزور لبنانية أكيدة وعم مساعدهم ليسترجعوا جنسيتهم لبنانية نتأمل أنه مهمتنا تنجح السنة لأنه عم نحضرهم كرسل للمؤسسة ببلاد الانتشار ليساعدونا بنشر أهدافها نحن في موريال لدينا بيرو المارونيت فونديشن عملنا كثير بنيفولة من وقت فبريد من وقت ما بلاشوا البحوصات جمعتين كان لدينا بحوصات وكان فيه بروديكسون إكريد بالأخير عملنا كثير بنيفولة وشجعنا للناس كمان حتى يجوا يتسجلوا انطانك لبناني وبهدف الحفاظ على هوية الأجداد والافتخار بالجذور اللبنانية يتخل للدورة هذه زيارة لمواقع سياحية ودينية عدة